اسمحوا لي أن أقرأ الآية الأولى من سفر الملوك الأول إصحاح 17 والآية الأولى من العهد القديم وقال إلي التشبيء من مستوطني جلعاد لآخاب حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قوله في صحاح 18 الآية الأولى وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إلي في السنة الثالثة قائلاً اذهب وتراء لأخاب فأعطي مطراً على وجه الأرض آسف فإذن من خلال الآيتين بتشوفوا شخصية عظيمة قوية مسنودة بممسوحة بقوة وحضور إله عظيم حضور كامل فإذن في البداية ما هي خصائص وما هي مواصفات رجل الله اسمحوا لي أن أتكلم عن بعض النقاط السريعة اللي بتعلمنا وبتورينا خصائص ومواصفات رجل الله لاحظ أول جملة تكلم فيها النبي إليا قال حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قوله فمن هو رجل الله الذي يستطيع أن يتكلم بقوة هذه الكلمات وفعلا يستطيع أن يغلق السماء لمدة ثلاث سنين ونصف في رسالة يعقوب لصحاح الخامس بيتكلم بحدثنا إنه كان إليا إنسانا تحت الآلام مثلنا طيب شو اللي ميز شخصية وهوية إليا كان رجل صلاة صلى أغلق السماء ثم بعد ثلاث سنين ونصف صلى فتح السماء وجاء المطر وطبعا اللي بيدرس كلمة الله في الكتابة المقدس تعرفوا أرض فلسطين هي بتختلف عن أرض مصر والعراق وسوريا عارف هذه الأنهار العظيمة مثل نهر النيل مثلا أو نهر الدجلة ونهر الفرات في بلادنا في الأراضي المقدسة إحنا بنعتمد على رحمة الرب وفي آيات كتيرة لما بيتكلم عن البركة واللعنة واحدة من القضاء الإلهي إنه بيحجز بيحجب بيمنع نزول المطر وعندما ترجع الناس إلى الله ويصلوا ويطلبوا وجه الرب فالله يرجع المطر إحنا مش عايشين على الأنهار إحنا المطر قليل في فترة الشتاء لكن مع كل هذا أرض تفيض لبن وعسل من خيرات صعب أو صفها فعلا أستطيع أن أقول بدون تحيز أجمل بقعة على وجه الأرض فإذن أحبائي عندما يتحدث رجل الله ويقول حي هو الرب الذي وقفت أمامه فإذن نستطيع أن نستدل أنه في علاقة في شركة مع الإله الحي وهذه السنين تعتبر سنين الاختباء يعني بيتجهز بيستعد في فترة إعداد بيتعرف على إلهه بيعرف مشكلة الشعب شو كانت في تلك الأيام وبيأخذ رسالة واضحة جدية مسؤولية وأنه من خلال هذه الرسالة يستطيع أن يواجه العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر